إلا ما لعبنا وإلا ما لعب ببغداد غير صالحة الأرضية غير صالحة للعب فأكون صالح معك بس أناس مشكلتها بالمدرج أنت فريقين جماهيرين ممكن الجمهور ما يستوعب الملعب ما يستوعب جمهور كنت لا سامح أن أصبح المشاكل فكنت أتمنى الاتحاد يتخذ قرار جري أنه حتى ممكن يعتبر هذه المبارات المبارات للجوية يقولهم روحوا لعبوا والمبارات الثانية للطلبة إحنا في فريقين نلعب الطلبة والجوية يلعبون بالشعب يعني مبارات الطلبة ومبارات الجوية يقولهم نلعب وين بالشعب فممكن نلعب في كربلا والمبارات اللي بعد ما يصلحون ملعب بالشعب نلعب مع طلبة قصدي أنه حتى نقدر نقدم قيمة فنية للجمهور شكرا للكابتن راضيش نيشيل أيضا نشوف مدير فريق القوة جاي الكابتن أحمد غضاير شون اللي تحدث بي ونرجع الجوية راح تفرغون المنتخب الوطني والله حنا كنا عاون دائما لإدارية والكواد التدريبية دائما مساعد الاتحادات العراق على مستوى الناشيين والشباب لكن بالمقابل أيضا نطالب من إخواننا العزاء كابتن القدير كابتن عدنان أنه أيضا بالمقابل يتعاملون إحنا أيضا دوري وكاس نتأجل دوري وأيضا نتأجل الكاس لأن إحنا أيضا مباراتنا خطمة يعني تعرف نفط البصرة زوراء شرطة يعني لدينا لعبين ستلاعبين لدينا أربع أيضا محترفين في السفر يعني لدينا لعبين مصابين فيجب مراعاة الأندية لأن اليوم أنا متعاقد ويمدرب ويلاعبين منتخبطني أحتاجهم أستفاد منه خلال المباريات الدوري وموفز الدوري أيضا الكاس ثانيا البطولة خارجة في فدي إحنا ممكن نساعدهم إذا ما أيضا قدمونا المساعدة هل يكونوا اللاعبين مع المتخب أم لا؟ والله قدمنا طلب عدم تفريقهم إلا في حالة الدوري والكاس تؤجل مبارياته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر